السلام عليكم اصدقائي في حالك ومتعب الى قناة فيوتر كوين موضوع الفيديو اليوم عن عملة الاثريوم وارتفاع الكبير اللي اتجاوزت فوق منطقة ال 2100 دولار بعد مخاوف من هبوط وتمكين عمليات سحب القطع المرهونة بهالفيديو اصدقائي ستتكلم عن التحديثين شاميلا وكابيلا شو مغنطتها التحديثين ستتكلم اليوم بهالفيديو اما باش فيديو اصدقائي بيتمنى ان تضغط على زر اللايك وتشترك بقناة فعز الجرس حتى ينصلك الجديد في عامل بنات رقمي ولا تنسى ان تضغط نقاط على تليجرام الرابط موجود اصفال فيديو ورابط موجود في بنار القناة خليكم معنا اصدقائي الى نهاية الفيديو ستعرفوا اخر اخبار العملات الرقمي اولا اصدقائي بعد تحديث شاميلا اللي هو تحديث النصف الاول من تحديث شينغهاي ارتفعت عملة الاثريوم باكثر من 12% وزاد استحواذ الاثريوم بنسبة 1.1% وخلال هذه السرية ارتفع استحواذ البيتكوين بنسبة 7% بعد ما كان نسبة استحواذ الاثريوم على سوق الكريبتو تقريبا 12% حاليا صار استحواذ الاثريوم على نقود الموجودة الداخل سوق الكريبتو اكثر من 19.5% وعملة الاثريوم مرتفعت اكثر من 200 دولار من لحظة اطلاق تحديث شاميلا شو تحديث شاميلا اصدقائي اللي هتكلم عليه بهذا الفيديو اولا اجمالي تحديث الاثريوم وافكر قطع المرهونة يسمى تحديث شينغ هاي لكن اسم هذا التحديث ولا ان يكون تحديث واحد سنقصب التحديث الى مرحلتين النصف الاول ونصف التانى النصف الاول راح يدعى شابيلاء ونصف التانى سنقزد عبر كابيلاء طبعا ما تم التحديث مرة واحدة ولم يتم تم فتح القطع المرهونة مرة واحدة حتى يصير عمليات ضغط Beyond thereum تحديث والحميل قطع معين من الاثريوم يعني هاي عملية محاربة الحيتان ومحاربة ضغط البيع على الاثريوم وبعد التحديث ونزول بيزات جديدة على شبكة الاثريوم شفنا اقبال وزيادة في الطلب على عملة الاثريوم انسحب كثير من المصاري او انسحبت كثير من السيولة من عملة البيتكوين وراحت لعملة الاثريوم وهذا بسبب انخفاض استحواذ البيتكوين وزيادة استحواذ الاثريوم نقطة موقفين لازم نتكلم علي انه مقاومة الاثين ومية هي مقاومة عنيدة جدا لعملة الاثريوم من المتوقع انخفاض عملة الاثريوم الى مناطق الاثين دولار ونرجع نعاود صعود مرة تانية خلينا نشوف فريم من الاربع ساعات اصدقائي فريم من الاربع ساعات الى حد الان عم نمشي داخل التريد نصاعد وعم نمشي داخل موجة صعبة اكبر خطأ حاليا تدخل بصفقة شورت على الاثريوم وتمشي عكس الموجة مع عمرك ما تمشي عكس الموجة ودائما تصرف عكس التوقع كانت توقع يخفض الاثريوم بسبب الضغط البيع اللي رح يصير بعد فتح القطع المقفولة او القطع المرهونة على شبكة الاثريوم لكن صار للعكس وارتفع عملة اثريوم وهي اكبر عملية تلاعب من الحيتان من اجل لقودة صفقات الشورت لازم تنتبه وما تمشي مع الاخبار امشي عكس الاخبار كان متوقع يصير هبوط على الاثريوم لكن صار ارتفاع كبير على الاثريوم لهيك حاليا من المتوقع عملة الاثريوم ترجع تختبر منطقة الالفين ومئة دولار قبل ما تعاود الانخفاض والتصحيح لمنطقة جدي الارباح منطقة الالفين ومئة دولار هي منطقة جدي الارباح للحيتان لازم كل حوت يبيع ويفرغ لحتى يجدي الارباح لجمعها حاليا عم نشوف بوجه صعدة ممكن نعاود مرة تانية اللامس منطقة الالفين ومئة دولار اذا تقسرنا هاي المنطقة رح نشوف مناطق جديدة للعملة وارتفاع لمناطق الالفين ومئة دولار طبعا اصدقائي الاثريوم راوصل لهاي المناطق من شهر خمسة الفين واثين وعشرين يعني من تقريبا ادعها الشهر الماضيات لعملة الاثريوم ما وصلت لمناطق الالفين ومئة دولار اذا صار تصحيح لعملة الاثريوم التصحيح را يكون لمناطق الالفين دولار او الالف وتسعمية وخمسين دولار بعدها رح نرجع من استكمل الصعود اصدقائي انكم وصلنا هاي الفيديو اتمنى هاي الفيديو كنت لا نعجبك لا تنسى ان تشترك بالقناة اتفعج زر الجرس تضع على لايك حتى يصلك كل جديد في عام العملات رقبية مع السلامة دمتم بخير